مقاومة مزيفة أنشئ الجيش الإسلامي للإنقاذ آي إيس خلال صيف 1994 ويرى أنه لم ينتشر في منطقتنا بل بقي محصورا في غرب البلاد وشرقها أما في منطقة ضواحي الجزائر العاصمة طبلط والمدية والأربعاء ومفتاح قد استوطنت الحركة الإسلامية للإنقاذ نيع ولكن الجيش كافحها بشدة خلال سنتي 1992-1993 بدأ لبعض الوقت أن الجماعات الإسلامية المسلحة الجية هي المسيطرة على الساحة إلا أن حدثت بدءا من العام 1995 اقتدادات لجماعات تعرض ممارساتها الظاهر أن السكان المحليين لم يتعرضوا لمشاكل مع نشطاء الحزب القدامى المنتمين إلى تلك المنطقة والذين التحقوا بالمقاومة في الجبال كنا قد سمعنا أن أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ السابقين كانوا هدفا مفضلا لهجمات الجماعات الإسلامية المسلحة الجية وسرعان ما عرفنا أن هؤلاء الأخيرين ازدادوا ضروة وضيقوا الخناق على سائر الجماعات المعارضة وخاصة على الجيش الإسلامي للإنقاذ عيس إنما يبدو أن هذا الجيش لم ينشط مدة طويلة إذ انتشرت معلومات منذ 1995 تفيد بأنه أجرى مفاوضات مع السلطة بشأن الاتفاق على هدنه خلال ذلك الوقت أخذت ضربات الجماعات المسلحة تزداد شدة على السكان المحليين الذين بدأوا يهربون من القرى أما نحن فلم نفهم سبب هذه المنافسات بين مختلف الفصائل الإسلامية لكن كلما تضاعفت حملات الرؤب والتهديدات ضد السكان المخلصين للمبادئ الإديولوجيا الإسلامية زادت تساؤلاتنا حول هويت هذه الجماعات الإسلامية المسلحة الجية أقام بعض لاجئ المناطق المهاجمة بين الظهرانين خشي كثير من الجيران أن تجتاح موجة ذلك الإرهاب بنطلحة لكن ما صدمني وطرق لقي في آن هو تزايد الشهادات التي تؤكد وجود عمليات يقوم بها عسكر تنكروا بمظهر إسلاميين حصلنا على معلومات مباشرة من منطقة طبلاط لأن كثيرين من جيراننا يعودون في الأصل إلى تلك المنطقة ولهم أقارب يزورونهم ابن حسن وابن عم موسى مثلا ذكر تعرفهما لعسكر متنكرين كإسلاميين كانوا قد دبحوا أيام وجود الحوايز ركاب عدة حافلات صغيرة على بكرة أبيهم روى عبد الرازق جار موسى وابن أخيه أنه رأى رجالا يرتدون سيابا إسلامية الطراز يهبطون من مروحيات ويهاجمون القرى بالتدريج تولدت لدينا قناة بأن فرق مغاور خاصة من الجيش تقوم بهذه الأعمال الإرهابية لطرويع السكان وجالهم يفقدون التقى بمقاتل المقاومة السرية وينقلبون ضدهم كان الهدف أيضا بالتأكيد إضعاف الجيش الإسلامي للإنقاذ عيس في موقفه التفاوضي وتمسكه بمطالبه غير أنني منذ العام 1996 سمعت أن الهدن مع الجيش الإسلامي للإنقاذ قد وقعت ودخلت حيز التنفيذ وإن لم يعلن عنها رسميا بعد لكن الصحف لم تكتب سطرا واحدا عن موضوع تلك المذابح في العام 1996 غدوت على يقين أن إدارات الأمن المختصة يسرت الفرص المناسبة لبعض الجماعات الإسلامية المسلحة لممارسة أنشطتها وهي على دراية ما بأمرها بل إنني التقيت بعسكريين يتساءلون عن هذا الموضوع وعبروا لي عن شكوكهم حول طبيعة الإرهابيين بين معقوفتين المزعومين وكأن هناك تصميما على السير بالوضع إلى مزيد من التدهور هكذا مثلا تم قتل عدد من المجندين صحيح أن الجماعات المسلحة هددت المجندين لكن بعض التصفيات لا يمكن تفسيرها إلا بالوشايات ذلك أن المجند عندما يحصل على إجازة يحضر عليه حمل تصريح إجازته وأوراقه التبوتية أفتح القوس اعترض سبيل كثير من المجندين في القطارات والحافلات العامة وقتلوا أغلقوا القوس والآن صدر أمر للمجندين بمغادرة السكن بالتياب المدنية ومنعوا من أن يحملوا معهم ملابسهم الأسكري أو أوراقهم أو أن يعلموا عائلاتهم وبالرغم من ذلك يستقبلهم إرهابيون بينما قوفتين بالرصاص لدى وصولهم إلى دويهم وفي يوم وصولهم بالدات كيف علم الإرهابيون بينما قوفتين بوصولهم أمها زرنا أولادهن في مراكز خدماتهم زعمنا أنهن تعرفنا على عسكر ميت تكن في الحي أعرف نقيبا في الجيش يعمل في تكنة الأمن العسكري اس أم في بوزرية كان كثير الكلام طرطارا ولعل هذا هو سبب التخلص منه بينما كان يرافق زوجته إلى المطار لقد ذكر لي بعض المعلومات منها أن العسكر كانوا يخشون أن يلتحق المجندون بالمقاومة السرية بعد تدروبهم مدة سنتين في الجيش وبالتلويح لهم بخطر تصفيتهم من قبل الجماعات المسلحة يجبرون على التطوع والبقاء في الجيش كان العسكر في تلك الفترة يعانون من نقص في القوى العددية وكذلك الشرطة إن مدة الخدمة الأسكرية 18 شهرا غير أن الجيش يحتفظ بالمجندين ستة أشهر أخرى تدفع لهم رواتب خلالها أفتح القوس فيما بعد ألحق كثير منهم بصفوف الحرس البلدي أغلق القوس لكن عندما بدأت المأدابح على نطاق واسع في العام 1997 رأيت أمام التكنات ومركز القيادة البحرية صفوفا طويلة من الشبان الذين حضروا للتطوع وبينما كان الجيش في السابق يشكو من قلة الجنود لم يعد يعرف ماذا يفعل بجميع هؤلاء المتطوعين كنا نزاد حيرة وتساؤلا حول هوية الجماعات وشركائهم فكثير من الأشياء الغريبة كانت تجري أمام أعيننا وتستعصي على فهمنا ولا بد من الوقوف أحيانا على مساثة منها لإدراك كنهها فعندما يكون المرؤمون غمسا في الأحداث يمر به عدد من العناصر المشوشة العاتمة دون أن يوليها اهتماما كبيرا ولكن بالنظر عن بعد يمكن لبعض الحوادث أن تتوضحها وتأخذ دلالة أخرى مختلفة تماما لنأخذ على سبيل المثال اجتداب الشبان عند خروجهم من السجن أو من مراكز التأديب إنه لمن المنطقي في رأي أن يلتحقوا بالمقاومة السرية بعد أن عانوا هذا القدر من الظلم إذ كيف يمكن الاستمرار في تحمل أذى صغار عملاء القمع الوضيعين وهم يصبون جام حقدهم دون خوف من قصص على فتيان في مقتبل العمر أيًا كانت جريرتهم أعتقد أن هذا العنف كان يدفع الشبان إلى الالتحاق بالمقاومة السرية حيث يتعهدهم أعضاء محنكون فضلاً عن أن بين الفارين من الخدمة العديد من أولئك الذين سبق لهم تقديم بعض الخدمات الصغيرة للجماعات لم أتذكر إلا لاحقاً بعد الحكايات التي لم تدفعني في حينها إلى افتراض وجود مقاومة مزيفة حسين شاب حيوي في الثامن عشر من عمره يسكن مجمع المساكن 2004 في براقي اتبع مثل آلاف الشبان الحركة الإسلامية في التسعينيات وكان يتردد على المسجد بانتظام حكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر في مسألة شجار بين العائلات في العام 1994 وقامت جماعة من الإسلاميين برعايته خلال فترة توقيفه أقنعه رفاق السجن بوجوب الالتحاق بالمقاومة للدفاع عن قضية الإسلام وعند خروجه مباشرة اعترضه في براقي رجال اقترحوا عليه الانضمام للجماعة المسلحة ولما رفض التعاون معهم انهالوا عليه أمام الناس أول مرة بالضرب في سوق ديال بركة ثم كسروا له أنفا بعدما ضربوه بعنف بدفة خشب لما كان دون عمل فقد تعاون والده وإخوته في تأمين رأسمال صغير له لشراء علب صجائر يبيعها على طاولة صغيرة كانت دوريات الشرطة تمر به بين وقت وآخر ويأخذ أفرادها منه علبا يدخنونها أمامه دون أن يدفعوا تمنها كانوا يتوقفون طويلا أمام بسطته ويجرون مختلف الأحاديث معه خطة تقليدية معروفة تلجأ إليها الشرطة لحرق الشبان في آيون الإسلاميين فالاتصال بعناصر الأمن يجعلهم موضع شبهة كان هذا الواضع يشعر حسين بعدم الارتياح ولكنه لم يكن يستطيع الامتنى عن الحديث مع الشرطة فهذا يعني أنه من أنصار الطرف الآخر لم تمر إلا أيام حتى فاجأته جماعة إسلامية تلوح بالبلطات والسكاكين وتصيح الله أكبر من معقوفتين فأطلق ساقيه للريح متخليا عن بصة صجائره ونجى بأجوبة بعد أن اختفى من الحي لعدة أيام في المرة الثالثة لم يستطع الهرب ففي منتصف الليل تسللت إلى منزله فرقة من أحد عشر رجلا من المغاوير جيد التدريب يرتدون بزات نينجا بين معقوفتين ويحملون رشاشات واختادوه رغم توسلات أمه هددها المهاجمون بالقتل وجروا حسين مسافة 200 متر بعيدا عن المنزل ثم طرحوا أرضا وأطلقوا على رأسه رصاصات عدة كنت قد صادفت قبل ذلك بفترة قصيرة روى لي أنه صمم خلال توقيفه في السجن ألا الالتحاق بالجماعة المسلحة عقب إخلاء سبيله غير أنه تراجع لأنه تعرف بين أعضاء الجماعة التي انتظرت عند خروجه على عسكري من تكنة الحراش ففضل أن لا يجازف بالانطلاق في تلك المغامرة لكنه دفع الثمن الإسلاميون في الحي كانوا مقتنعين بأن الإخوة بين معقوفتين قد قتلوا وأنه لا بد يستحق ذلك في تلك الفترة تداخلت الأشياء ودبت الفوضى ففي العام 1994 كان هناك رجال شرطة يتنكرون بلباس الإسلاميين لمراقبة حافلات النقل العام والكشف عن الإرهابيين وإسلاميون يرتدون بزات عسكرية ليشعروا ضحاياهم بالأمان تهنى في هذا الوضع الذي خرج شيئا فشيئا عن حدود إدراكنا وأصبحنا بالتدريج حبيس منطق الدور الذي تعدر علينا فيه التواصل مع الآخرين ممن يحيونا خارج كوابسنا قد استمرنا في العيش في الكلام وفي الضحك ولكن يبدو أننا كنا نعيش في عالم آخر مختلف عالم من الرعب والدم قرية مفتاح بين فرق المغاوير الخاصة ورجال المقاومة السرية الحقيقيين والمزيفين كنت في العام 1992 أدير عدة ورشات في مفتاح وأعرف جيدا تلك القرية الواقعة على بعد أكثر من 30 كم من مدينة الجزائر و13 كم من بن طلحة إحدى تلك الورشات تقع أمام مقر البلد في مركز القرية الرئيسي والتانية ورشة بنا مدرسة في جبل الصفصاف ضمن بساتين انتشار المقاومة المسلحة أما الثالثة فتوجد في تكنة المضليين في أعلى الجبل فوق المستوصف على الطريق المؤدي إلى طبلات هي منطقة وعلى ومنازلة لحد ما تنتشر فيها قوة الأمن بكتافة بعد تلك التكنة من المغاور المضليين توجد قاعدة نينجا بين مقوفتين ومفوضية الشرطة ومغفر دارك ووحدة أسكرية كل ذلك ضمن دائرة لا يتجاوز نصف قطرها 10 كم وهي أيضا منطقة مليئة بالمقاومين في الوقت نفسه لم تكن منطقة محررة بين مقوفتين إنما باعتباس بربر أول منطقة جبلية تصادف الوافد من مدينة الجزائر فإن الجماعات المسلحة تلجو إليها مارست الجماعات المسلحة سياسة الأرض المحروقة كانت تحرق الشاحنات التي توجد على الطريق وتدمر المعدات التي تجدها في مراكز العمل ففي العام 1993 أحرقت للشركة التي أمل بها أربع شاحنات أمر الإرهابيون بين معقوفتين الحارسين بعدم الحركة وأشعلوا النيران فيها عند اكتشاف الحادثة التخريبية في اليوم التالي توجهت إلى مغفر الدارك مع أحد الحارسين لتسجيل شكوى لم يصدق رجال الدارك في مفتاح رواية الحارس وضربوه قائلين أفتح المعقوفتين لماذا لم تحضر مساء البارحة لتقديم الشكوى؟ أغلق المعقوفتين ما أنهم يعرفون جيدا أنه من المتعبر التجول ليلا وأنه حتى لو تمكن من الوصول إلى المخفر لما فتح له الباب إذ أنهم يصدون ما حلو للظلام أبوابهم المدرعة غير مبالينة بأي أمر يحدث أددوا الحارس المسكين بالسجن وتمكنت لحسن الحظ أن أحول دون ذلك وأخلص ذلك البائس من مخالبهم في بداية العام الفين وتسعمائة وخامسة وتسعين قررنا إيقاف مشروع بناء المدرسة في مفتاح تعذر علينا الاستمرار في العمل بعد أن سرقت معظم معداتنا أو أحرقت استدعت عند ذلك متأهد نقل خاص لترحيل المعيدات الباقية اعترضت جماعة المسلح الشاحن الحاملة لتلك المعيدات وأخذتها مع كامل حمولتها اتضطر السائق للاختباء خلال ما ينوف عن ستة أشهر خوفاً من انتقام أجهزة الأمن وكذلك خوفاً من الجماعة المسلحة لأنه تجرأ وتقدم بشكوى لأن مدكرة التوقيف صدرت بحق مالك الشاحنة غير أن المعيدات وجدت أخيراً لحسن الحظ وهي بقيمة نحو 400 ألف دينار لكن العاملين الذين أرسلتهم في البدء لتحميل المعيدات على الشاحنة الناقلة ودينا وحكم عليهما بالسجن ثلاثة أشهر لكل منهما رغم أنه لا علاقة لهما بتلك القضية فقد غادر المكان عقب تحميل المعيدات وجدت بعد ذلك صعوبة في إقناع شركتنا بتسديد أجرتهما أتقد أنني ما زلت حياً حتى الآن بفضل بعض العمال الذين اشتغلوا معي وانلت تقديرهم التحق بعضهم بالمقاومة السرية بعد أن قبضت عليهم قوات الأمن مرات عديدة وعدبتهم لأنهم زمر من أولئك الشبان الذين لم يفكروا يوماً بحمل السلاح لكنهم كانوا ضحايا مدهمات متتابعة لأن مظهرهم والشقاء يضني سحناتهم لم يعجب تلك القوات التي أوسعتهم ضرباً وعدبتهم وسجلتهم في عداد المشبوهين فما أن يخلى سبيلهم حتى يوقفوا مجدداً ليتعرضوا للتعديد مرة أخرى مما يدفعهم في النهاية إلى الهرب واللجوء إلى الجبال عدد غير قليل منهم أوقفوا بتلك الطريقة ثلاث، أربع أو خمس مرات لأنهم بكل بساطة فتية فقراء ليس لهم من يدافع عنهم ويحولوا دون انصباب انتقام العسكر والضرك عليهم في تلك الفترة كان جميع الناس يقولون إن مراكز تشجيع أي الشبان على الالتحاق بالجماعات المسلحة هي مفوضيات الشرطة ومخافر الضرك وسكنة العسكر كنت أشرف على نحو خمسين عاملا وبين وقت وآخر يتغيب أحدهم دون إذن مسبق ثم أعلم أن العسكر قد قبضوا عليه وضعوا أحدهم ضيقني بشكل خاص إنه شاب يقول إحدى الآليات عاد إلينا بعد أن أوقف وعدب وآطار الحروق بادية في أنحاء عديدة من جسده حلق الرأس زائغ النظرات يتكلم كأنه إنسان آلي لم أجسر على سؤاله عما حدث له فمظهره ينطق بمعانا طلب مني أن أرسل أجره المتأخر لآلته قبل أن يرحل للإلتحاق بالمقاومة لقد أقسم لي إنه لم يفعل شيئا وكشف لي عن جروح ما تزال متقرح على ظهري وبطنه أصابني هذا المنظر بهلا في البدايات كنت أذهب بانتظام إلى التكن الأسكري في آل مفتاح خيل إلي بعد فترة أن الأسكريين لا يحبدون دخول الغربة إلى منطقتهم المحطورة فلم أعد إلى هناك إلا نادرا إجراءت الأمل في تلك التكنة آلية جدا والرقابة عند الدخول صارمة شديدة الدقة في المنتصف العام 1992 وجب علي أن أتوجه إليها لاستيلام بعض المعدات التي تركها زملاء ألي كانوا يعملون هناك وجدت باحة التكنة ممتلئة بالجنود الذين وصلوا حديثا عددهم يربو على بضع مئات وهم يفرغون من الشاحنات معداتهم ومتاعهم الشدة والخشون ظاهرتان في قسماتهم يحملون شعرات مضليين ويتحدتون بلهجة شرقي البلاد واتشيروا الصمرة بشرتهم البرونزية إلى أنهم وافدون من تكانات الجنوب بعد فترة من الوقت رأينا هؤلاء الأسكريين ينتشرون على طرقات منطقة مفتاح وفي بساتينها يبدو أنهم يستكشفون المكان كانوا يرتدون بزات الميدان الخضراء غير أن شعرات المضليين قد اختفت يظهروا أنهم جابوا الجبال أياما حتى طالت لحاهم واتسخت تيابهم يتنقلون وهم يحملون على ظهورهم أكياس النوم ومعدات أخرى ما يتير الاستغراب هو عصبة سوداء أو حمراء على جبين كل منهم عليها كتابة مدهبة الله أكبر وبسم الله الرحمن الرحيم صيغطان دينيتان يريدون بها ربما الظهور بهوية إسلامية مزعومة لم يمضي إلا زمن قصير حتى شاهدنا هؤلاء الأشخاص وقصداتهم يقيمون الحوائز المتحركة في حمادي وخميس الخشنة التي تبعداني 8 كم و 16 كم على التوالي عن مفتاح تمركز خارج حمادي في البساتين يعتاردون السيارات للوصول إلى ورشة في رويبة وجب علي أن أمر في حمادي وهناك أوقفوني مرتين كنت خائفا جدا لأنني لا أعلم كان هؤلاء من الأسكريين أو من الإرهابيين غير أنني أبرزت لهم أمر مهمتي فأدنوا لي بالمرور كان بعضهم يضعون العصبة مرة رأيت شاحنة تنتظر وفيها نحو عشرة مدنيين موقوفين ومنذ أن قام هؤلاء الأسكريون الإرهابيون الحوائز دعت أخبار إساءتهم وأداهم في جميع أرجاء منطقة مفتاح إنهم وحوش يهاجمون المنازل ويخرجون سكانها منها يضربونهم ويطلقون النار عليهم أو يدبحونهم الاعتقالات غير واردة لديهم وقع سكان تلك النواحي في ارتباك كبير إذ لم يعودوا ويعلمون حقا مع من يتعاملون مراد السلطاني سائق شاحنات تقيلى يعمل في ذات الشركة التي أملوا بها مخالفاته عديدة فهو يتغيب لزراعة أرضه أو يقوم بأعمال خاصة مستقدما شاحنته يسكن في قرية قربة حمادي اسمها بن وضاح كما في القبائل هذه القرية عبارة عن ثلاث أو أربع عائلات مقيمة على أرض زراعية تعتمد عليها في القسم الرئيسي من مدخولها معظم منازلها غير مرخصة وقد وضعت ملفاتها في مديرية المحافظة للمصادقة عليها ولكن لم تتم تسويتها الجماعات الإسلامية ناشطة جدا في تلك المنطقة وكثير من الشبان اختاروا المعارضة المسلحة وانضموا إلى المقاومة السرية بعض هؤلاء الشبان يؤججون نزاعات عائلية قديمة أو يذهبون إلى القرى المجاورة ليمارسوا سيطرتهم في أحد الأيام رأيت مراد سلطان مضطربا فاستدعيته لعرف السبب ذكر لي أنه يتعرض لمشاكل كبيرة فهو يخاف على ابنته المراهقة ذات الأربعة عشر عاما بعد أن أنذره بعض أعضاء الجماع المسلحة الذين يراقبون المنطقة بضرورة الانتباه إليها لأنها تخالط رفاق السوء لم يجد أفضل من منعها من الذهاب إلى المدرسة قد خشي أن تختطف وتقتصد أو تقتل نصحته بأن يأخذ إجازة لعدة أسابي يختفي فيها عن الأنظار إلى أن تسوى تلك المشكلة العائلية بل أن يغادر المنطقة نهائيا لكنه لم يشاء أن يعرض بقية أفراد عائلته للخطر وأمل أن يستطيع إنهاء تلك المشكلة على طريقته ثم إنه إذا ترك بيته فإلى أين سيذهب لم يأخذ إجازة وحاول الاستمرار في عمله بشكل منتظم بعد أسبوع من محادثاتنا تغيب دون إعلامي فطلبت من أحد جيراني وهو يعمل معي أيضاً أن يتقص لأخباره وسألته في صباح يوم التالي إن كان قد عرف شيئاً عنه فردد في الباد غير أنني بيّنت له أن مراد وتقنبي وأنني مطلع على المسألة وعندها أخبرني الجار بأن الجماعة المسلحة قد اختطفت الفتاة المراهقة من منزل دويها في وضح النهار لينما كان والدها في عمله بقيت ثلاث أيام لا يعرف أحد مكان وجودها قبل أن تعود ووجهها مجرح مدرج بالدماء مغتصبة ومصابة بصدمة عصبية عجزت ماها عن الكلام وصيب الأب بالجنون ولم يحضر مجلس لا إلى الذي التأم ذلك المساء قامت جماعة مسلحة بعضها يرتدي ملابس عسكرية وبعضها الآخر ملابس الإسلاميين بانتهاز فرصة تجمع هؤلاء الرجال فداهمت المكان وقتلت عدة أشخاص واقتطفت نحو عشرة شبان لاحظت أن الدعر قد اعترى الرجل وهو يروي لي خبر هذه الحادثة المأساوية إنه يعبر مجالا خاطرا استجمع شجاعته أخيرا وأسر لي بأن الكوموندوس وهم في الحقيقة مجموعة من العسكر الذين وصلوا حديثا إلى سكنة مفتاح وأنهم يعصبون رؤوسهم برباط أحمر كتب عليه الله أكبر بعد ثلاثة أشهر تقريبا من وصول المغاوير واستقرارهم في تكنة مفتاح صادفت بعض عناصرهم في المدينة بالدات كنت واتقا أنهم ينتمون إلى الوحدات التي رأيتها في التكنة لأنهم يرتدون الزي العسكري نفسه ولهم المظهر ذاته غير أنهم لا يضعون تلك العصبات قد حاصروا ونظفوا بين معقوفتين في ذلك الوقت قسما كبيرا من المنطقة كان أعضاء فرقة المغاوير الخاصة هؤلاء يتصرفون كوحوش حقيقيين يسيرون وسط المدينة يرهبون المرة يضايقونهم يقبضون عليهم ويقتلونهم على مرأة من جميع الناس دبحا رأيتهم يلابون كرة القدم برأس أحد الضحايا أمام آيون الرجال الشرطة الذين راحوا يراقبون اللعب بجدل ورؤي لي أن هؤلاء الأسكريين الذين رأيتهم يدخلون إلى أحد المقاهي وهم يضحكون ويغنون بصوت عال قد أخذوا رأس رجل مدبوع وطلبوا كأسا من شرب الليمون ثم صبوه في ثم ذلك الرأس شيء يفوق الوصف ويتجاوز الخيال إنهم أولئك الأفضاد الذين رأيتهم في تكنة المضاليين التي اتخذوها مقرا عاما لهم ومنذ وصولهم عاد أفراد شرطة مفتاح للظهور بعد أن زووا في مخافرهم خلال أشهر سيطر فيها الإسلاميون على المدينة وهم الآن يتجولون في الشوارع والسلاح في أيديهم بل إنهم أخاموا حواجز تابتة كحواجز الضرك طوال الفترة التي سيطرت فيها الجماعة الإسلامية المسلحة على بلدة مفتاح كان أمين عام الدائرة وتابعه الذي يستخدمه في كل شيء يسرحان ويمرحان في البلدة ويمارسان دسائسهم القادرة للأول أقرباء في المقاومة السرية وللتاني ابن في الجماعة المسلحة وآخر في السجن لم تزعجهم الجماعة المسلحة ما أنها عمدت لقتل أحد رؤساء الدوائر في المنطقة ولم يضايقهم الأسكريون رغم أن للإثنين أفرادا من عائلتيهما في المقاومة السرية أمور غريبة تحدث لما توصل إلى تعليلها أو جلاء غموضها يجب الاعتراب بأنني عند رؤيتي في البداية لهؤلاء المغاور يعتقدت حقا أنهم أسكريون وفدوا في مهمة لمكافحة الجماعة الإسلامية المسلحة والعصائب التي أحاطوا بها جباههم أرادوا منها في رأي الظهور بأنهم لا يقلون تمسكا بالإسلام عن الإديولوجيين الإسلاميين ثم ارتبت في تصرفاتهم ووجدت أنهم استخفون بالدين وشيئا فشيئا وبالطلاع على الجرائم التي ارتكبوها وهم يتظاهرون بأنهم من الجماعات الإسلامية المسلحة تملكن الحنق والإشمئزاز عندما وجدت أنهم لم يهاجموا فقط الرجال المسلحين وإنما اعتدوا أيضا على السكان المدنيين الذين دعموا المقاومة السرية طوعا أو كرها اشتركوا في القناة